خليناها في الجزء سابق من الليبانولية هذو جوج التبنات من بعيد جيل جيتي وحتى فيهم تدوي في التليفون لعب لي الشيطان بعقلي والجوع ما صبرتش الزيت حجرة حطيت أحدايا بش نخلعهم بها ونسرق تليفون معلينا خليتهم تدازوا شوية ونقصدهم مالله أقارت حدهم ونلوح ذلك الحجرة وضغي يخطف تليفون مع لودنيها وضغيتها في مجرية واحدة لم توقف حتى باعت الكثير في هذه الفلاسة نحس بالمود الخلعة والخلاق والضلام لمشي طلعت المدينة عند واحد مود تليفونات وخيف دخلت عنه السلام السلام قل لي اشعب الخاطرة والدي قل لي بغيت نبيع التليفون قل لي ليش بغيت بيعه قل لي وغير الوالدة عيانة ومريضة ومحتاجين لفلوس ما لات؟ قل ليه قل ليه وشدتني لكل تعب الصح قل ليه مسروق وعيد لي لليه دخل الوحيد البيت وقل ليه ويخرج وكما يعني تليفو المشبورة والدي قل لي لا امي وش انا وجهه وشفرة لا يحصل العوانه صافي قل ليه وانا خيف قل ليه وكما لوحانه تساكت وقل ليه ويرغيت طلب البيت اخرج هذا المرة ووجههم تدلونه لم يفهم حتى لعبة فتغير ساكت وتنسلناه ماذا سيقول؟ شو يوهم ويدخلوا الفوليس الله أكبر مشيت فيها مشاو ادعوا معاه وجو عندي يلا معنا ذلك البرهوش ما قديش نزيد معهم الحضرة اخرجت معهم وبنادمت يشوف فيها تفوق يقولوا ايش سيكون هذا شوف غير صغير باينة تكون مولة تليفون ديكلارات بيها هم شدوني دغية قفرتها تعب الصحر يمكن كنت بغيت ندير علاج نرجع ونصوف الوليدة الساعة تطيع مكديحة البلاسة لما قولوا من غير الإصلاحية هي تضاعت كامل البوليس غير ساكتين مدووش عارفين اشدير بنادم هي واللي يشوفني شوفها ناقصة كثير من هذه اللي كان يشوفني بها فاقير وشفار وخفات استافت قدام كوميسارية نزلوا واحد من هذه الفوليس قال لي نزل البرهوش نزلت ومديني يواله لا مينوط لواله دخلني فطرة قال لي ذلك الشيء اللي درتي ميدار تم شيدل هذا الشيء مازال صغير رأيت لما شفرت ذلك تليفون ما قدت نجاوبه وبيت تمتمتم عليه هو يقول لي يا رأي شفرته البنت الوكيل المالك دعت حياتك عليه كولدي من صغرك بشلت ما قدت ندوي معه حيث عرفت الغلاط اللي قدرت مخصوش الدار الوغير يا لي ما ربعتني شلات شيء دخلوني واحد لقعة خاوية ما فيها احد من غير جوج كراسة طاويلة دخني ومشا ما عرفت عش ندير وتابعني المشاكل من النهار تولد دازت ربع ساعة هو يدخلوا واحد الراجل لابس لبسة كحلة وعنده كرش هل هذو يكونوا في البرلمان يعمروا كرشهم غير بفلوس المواطنيين مهم جا عندي مدلية ورقة مكتوبة بفرنسي بحكم انا قاد شوية ومعايا شوية داع فرنسي بيت تنقرى فيها ذاك الشي اللي قرأت خلاني نبكي حق الرب خلاني نتأكد باللي هذي الدولة الظلم مكينش القانون فيها والله ما فهمت لعبة وش بصحة البلاد اللي عيش فيها بلاد اسلامية لموحال فعلي تدير بعض الناس تعليهو تنقرى في ديك الورقة وتنبكي كاتبين قام به صادقة هاتف نقال من نوع سامسونج اسويت ومبلغ مالي جد مهم بحوالي 30 ألف درهم بل إضافة إلى تهديد وضرب الضحية نقرأ هذا الشي ودموعي نحس بالحقرة تعب الصح كيفاش؟ لماذا لابقوا لي هذا الشي كامل؟ من دفل النهار اللي يخرج منه من الدار والذي كل بنت اللي عرفت سألت القراية هو يقول لي سيني تم لماذا تنسيني؟ أنا لم أدرك هذا الشي كامل هو يشد يدي بزز وقال لي يغطسني ونغن شيء يعمق على الساعة حيث تنبكي من كثرة الحقرة وهو سيني تبزز مني حصل ورق لي سيني فيها وهو يخرج وضرح مبلشة فقط حيث قالس بوحدة في القاعة شي ساعة وهو يجي عندي واحد بوليسي دار لي المينوت وخلجي اسمي صغير وضعيف مرحمنيش تدورني ودار لي المينوت خرجني من كوميسارية هزني فستافيت داني ديلك المحكمة دخلني واحد القاعة كبيرة عرفتها كنشوفها غير في الأولى وبالضبط المداولة ما دم بزافت منها دخلوني كل شي بدك يشوف فيها فوت دموع بدك ينزله من عيني قلسني ذاك البوليس قدام داز واحد الراجل قبل مني أكمو عليه بشهرين لقوا عنده الحشيش أوف أوف شو هي هو يقول القادة حمات الشقراوي الحمج اللي يتبورش معا نوضني ذاك البوليسي باش نوقف قدام القادة يدخل الوليدا ما شفتها ما قديش ندوي دخلات تتجري وتدبكي بغي شدوها البوليس ولكن هي قومات جي تتجري في جيتي رهد صدمات حق الرب ما فهمت هو شو هي هو يضرب هواحد البوليسي رأسها في ذلك الزروات طاحت بندم تشوق أنا مديور لي المينوت وشايدني ذاك البوليسي ما قدش ندير شي حاجة رهد ضرب الوليدة الدم ديالي سخون طعب الصح ما لقيت مندير تغير كنسب بجميع الفات شوية هم يدخلوا شي بوليس هزوها وخرجوها ولا رحمة بلا شفاقات عاقع لهم واحد واحد ما قدش ننساها لهم والتي تغير شغل في ذلك الساعة وهو يجمع معي ذاك البوليسي بتصرفيه اخلاتني قبلها ما قدش ندوي معه والقاتل تزرب تزرب علي ما خلاني يقع ندوي في هذا الشي تقول كانوا متعفقين عليها وبدأ يقول حكم على المتهم حماد بسجن لمدة 4 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 4000 درهم معاقالها نزلت على ركابية ما قدش نوقف تنحس بالطعم الحقرة والشمتة يمشي لي يفين دمي اخونا هذا حرام 4 سنين اجدت انا برب السلامة لا غيرش فرزيز تليفون ولا حتى الحقرة وزيد علي شي حاجة عن مرمي دقتها قاد فيي انا غير الوليدة تعذبت من جهتي وفي الاخر ندخل الحساب الحفاثات لا شي حاجة بسيطة وانظرت عقلي قال ما غير نوصل لهذا الشي لانا فيه دابا قلت العقل ومدير ما ننصحت واحدة تجرأ ويرتاكب هذه الخطأ اياكم وطرق الاجرام خرجنا لك البوليسي من القاعة ما خرجنا نشوف الوليدة الشادين هجوج من البوليس تغوت والدي يطلقوا لي والدي اشنو بغيتو بيه قدرني خاطري بزاد قلت رأسي ومشيت معه طلعني عوجتاني ولكن مشيت ينفس طافيت هذه تعنقل صوجانا وهذه المرة انا وذك الراجل اللي حكموا عليه بشهرين نسوي واحد بوليسي كان قال اسحدانا في غادي قال نلحب واذا ما عارفين في غادي لك انا غير صغير يلا عندي 13 عام لاذا ما ادعوني اصلاحية قال يوش بالصح هذا هدرا هذا ما سمعت عن دك 18 عام من اللي قالها حنيت راسي ومزلت احدا كلمة ذا بتأكد باللي هالشي كامل انني جنيتوا الراسي دك وديك البنت اللي شفرت لي هالتليفون بغير عدبني ولكن شي حاجة كتقول لي بغير ومزلت حاجة مازال غامضة ومازال معرفته هي لي مازال محيراني لماذا هالشي كامل واشغل على حساب شفرت لبنت الوكيل ماليك او شي حاجة ثانية كاملة غير ساقط كان فكر كيف هاشغ يكون هذا الحفز كيف هاشغ يعملون الناس فيه شوية توقف الطموبيل وفتح البوليس الباب هم يجرون من البوليس اخرين ونزلوا دك اخونا هو اللي هو ومن بيت شفر ينزلني انا حسيت بي حلت ضم ولا احمر والزام على صغر سني ولغى ندخل الحبس مفهمش تدخلني ومدواش معي في طريق من الباب الباب وصلنا لداخل الحبس اصداع بحل الحمام كل واحد فين كدوي بعد خط قل ليه هنا قلت احس ببنادم كله يشوف فيها ما اعرفش اش ندير خيف وحق الرب حاطيني وسط الديب وانا صغير ما اعرفت اش ندير قلت وسهيت كنفكر هو ايهو يجي عندي ووحد الراجل والدي بغيت تاكل وشي حاجة وشي فيك الجوع قلت ليه لا ترسيل بعد مني مشاق وبنادم كاما يشوف فيها بوحد من نظرة تا خوف حسيت بها ما اعرفش لماذا؟ ما علينا هيت قلت سندور في عينيه من بلاسة البلاسة هنفكر اش ندير اهباط البلاسة شوية يدخل واحد الراجل من البيت بعد خلت شوفه طاح ليه المفركبية واتزدمت غيت سنشوف امر غريب ولا تتشبه ليه بعد خلت بنادم اني كان في الغرفة كل شي خرج هيت غير انا جا قاصدني مفهمت لعبة اش هاتش كي وقع ليه جا قاصدني قلت حدايا رادة جاتني خفت منه انا غير كنشوفه في بعضياتنا مدوش انا مدوش شوية هو يقول كيف دير قلت نعم انت تتشوف دريس غير جايبين للحفز بدل اصلاحية كيف سيكون قلت 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 وصلتني بالليش فرتي وانا لقيت لهم يجيبوك الناية كيف هاش وصبص فح لماذا اشدرت ليك ولا اشجبتيني لماذا اشدرت هكا ويتبع على الطريق ملقيت مندير فكرت سيناريو وعودت ليه كامل بالبكة ما قال والوغ غير كيشوف فيها حتى انا اتساكت شوية هو انت ما عرفش ما يمكن ايك وما عرفش انت هناك انا اقول لك سيناريو كيف دير اقول اعرف انك ستكون حاقة علي ما ستعرف الحقيقة لا تفهمني ما اقول لك اقول لي اشدت لي في قلبي اقول لي حمادي انا الاب ديالك سمع اعرف انك ما فهمت والوغ وما بغيتك تعسب ولا تقول لي شي هادراك تتعرف كل شي ولماذا ما بنشهد المدة كاملة الشي اللي سنعود لك بحدات وقصة اخرى سنعود لك من الزيرو وبغيتك تفتح معي ودنيك وتفهم الصغيرة وكبيرة قبل ما تزاد وقبل ما نتزوج بالأم نتخدم في التهريب مخديرات دائما نتشد ونخرج نتشد ونخرج كانت كاملة حداسات والعاقة كانت الدور بالصحة غير الفلوس صحيحة هيتهكت ثلاثة السنوات وانا خدمت في هذه الخدمة حتى لو واحد نهار هيتقال اسمع راسي شوف جمعت شوية على فلوس قلت لماذا نخرج من هذه الخدمة ونتزوج ونجد الوليدات حتى نفكر حال ومن بعد مشيت عن الفاترون في الخدمة قلت هالي فالله لم يبغيش وبقى كي يهدد فيها وكي نبعد عليه أخذت لي شيء لو وصلوا لو وصلوا البوليس يمكن أن يطيحوا حياته كامل في الحبس سأنا هل تنهدد فيه أم لا هو الذي تعطني الفلوس من بعد مشيت عندي وليدة قلت هذه الخطابلية لا تتقلب سيمانا حتى تلقى الأم كانت منها عائلة بسيطة ومتقطة فهمنا في كل شيء لا أعطيتها بالسبب الشروط قدرنا عصر ذر زوين كل شيء زوين زلزة العرص مدة عام واحد من نهار كنت قلس في الدار مع الأم لأنها تسمعها كثيرا زيتها في التمويل وضعتها السبيطر وكانت هذه أحسن فرحة وقعات لي في حياتي سيقولون عندي جوجولة قال لي هل تضيب باللياركي حاملة في الدبريوبنت كثيرا كنت أفكر طيلة لم يختم لم يخسر غير الفلوس لم يجمع كنت أفكر كيف حال ودرت مشروع ودرت صناك ودرت واجب فلوس داخل وخارجة ونقادل بيت المدة كانت أسعد في حياتي دي مضاحك وناشط لذلك تسعد شهر ونهار غير حياتي كاملة ونهار لن تولد أختك وش عندي أختي وشنو قلت لي سكوت حتى نكمل حضرتي في الليل مع الجوج وبدأت من الممكن تتوجه بثاف وعلى أرى ما ستولد دك النهار ودرت السويطار وخاوي ودرت وقاعت وعلى أولادها جاءت العائلة والناس التي تنعرفون من العائلة كلهم من غير الأخ لا أعرف لماذا نصانع عليها ما تتجوغ مع الجوج ومصر تصانع عليها تليفون هذا الباطرون لم تتجوغ لم تتجوغ ماذا سيكون باغي إذا ما تتجوغت لم تتجوغ لم تتجوغ ما تتجوغ لك ستأتي لك أو أختي ترحم عليها لم تتجوغ لها دنية ضارت بها تعصب تعب الصح خرشت من السبيطار وعود صونيت لي وقلت لي تمس شعرة منها ترحم رأسك وعرف ما تتجوغ غير ما تتقرب لها كانت تلاقيه في الدبول الذي كان نفيف لديه سلعة لم تتجوغ نصبر حتى تولد أموك ومشيت وهذه كانت حاجة التي ندمت عليها كاملة لم تكن عليها لم تكن لدي حال آخر لم تكن أختي في يد المجريمين قدروا قتلوها ومشيت ومشيت 160 في الكنتور ومشيت عجاجة مراية كانت طريق غلق حيث مكسيري حتى ديبو وقفت طموبيل وانطلع الكوسان جبت من تحته فردي مخليل مدة مستعملتوش من أيامات كنت خدام في التهريب نزلت بقيت كنت سلت غير بشوية بشوية حتى وسط الباب ديبو وانا حلوه القيادة مفتوح دخلت كنت سمع غير صوت تعالبك بقيت بغير شيء على الضو قيته مطفي على الظهر بدت تنسلت وتنقلب بيت بيت من قيت ولكن من جهة الصوت فكرت باللي كان شاقبو اللي كانوا تخبيوا فيه سلعة زيدة نزلت نزلت على الركيبية للأرض وبدت نقلب بحل العمى حتى لقيت الباب بقيت بقفل جبت الفرديد ضرب ضرب باللولا والد ضربة ثانية وهو تفرشخده قفل نزلت وبدت مجهد الصوت وبدت نقلب شوية وهي تبالي اختي وبدت نعنق ويجعلوا لك شي حاجة ويجعلوا لا لا ما قالوا لي ويجعلوا حطوني غير طعم هيت بغير قتل ولادك أخوية أعتق ولادك عافظ سمعتهم بغير قتلوهم معي قلتهم اعقلت الزيت هومشي التنجج للطموبيل طلع الضيمار بأقصر مكين في الصرعة بل لي غير الموت قدام عيني اختي حسنة البكي ما تسوق وصلت ثبيتها ونزلت تنجري لم تريد وقفوني قالوا لي ممنوع وقعت هنا جريمة قال ها عرفت ما قلت أنا واختي نصبر واحد اللحظة فكرت نقتل البوليس حتى نطلب البوليس قلت لي رأى عائلة تمنى بغير ندخل ومعايا واحد من البوليس ماذا؟ ومعايا شفتك لما انظر تقيت عرفت ماذا هي؟ شوفوا والديك مقتولين بالسلاح ليس قرطاسة ليس جوج كيرا فيهم بزاف وخلوهم منشورين في الأرض دخلت الغرفة التي كانت فيها مرتي والدموعتي سيلولية من عيني حيث غير ود واحد وهو انت ومارتي وهي الأم تاغ حيث هم ناسين رجعت فيها شوية الروح وخرجت ومشيت عندك البوليس حيث تنغوت عليهم وتنضرب في الحياة وقتلهم تحدث ما بغير بينا معاونهم شي واحد فيهم حتى لا يمكن شدخلوا حتى الاسبيطار وبدأوا تيريو ولكن أنا كنت عارف شكون هدموا الفعلة اللي كان عندي هدف واحد ونطلي عائلته كاملة وانتقم شر انتقام من هالشي لدار ونندمه على حياته كاملة وليش دارها كافية حيث كنت عزيز عليه ما فهمت تلعبه يلا بغير نخرج يطلبوا الكثير من الفوليس ينطلوني ونطلعوني في الفارغونت بس دربة يزربوا عليا هدخل كنسب فهمتوا وقالوا اجدس جمع معايا واحد بوليسي بيت صرفيقه ورداتني على القبلة ميم عامن عني تنسب لم تنسب حتى وصلوني لدائرة الامن ونزلوني من الفارغونت ونطلعوني الكوميسيارية كما سنعرف انني تخورت اكبر تخويلة جاء لي اخطاع بالصح دخلوني واحد غرفة مضلمة ما فيها شدو زيروني مزيان بصوت الخراز او مخلوني مجبد ومشتال غضليه جو حد مفتيش أعطاني ورقة نسينيها من قريتها؟ عرفت على جدالي دكشي البالة كتبيا تم العثور على ماء يقارب خمسين كيلوغرام من الحاشيش بالإضافة إلى قنينات الماء الحيات مزيتش معهم الحذرة التهمة تعبت عليها أخونا أعطاهم الدلاء الصحيحة معدي منذير سنية ذكرورها ودازوا شهرين دازت في المحكامة حكموا عليها بعشرة سنين من تمام مبتج عندي من غير أختي والعائلة حد مجا حتى الأم تاك نساعدني عمر هاجت عندي دازت الأيام وصلت من أخبار الموت على أختي مسكينة اللي هي عمتك ثم ستضم أكبر صدمة في حياتي اللي ستعقدني مقعت لا تناكل لولوح حيث كانت أعز إنسانا عندي وفكرت حال من مرة ندير الحد الحياتي ولكن لا نقدر حيث الشوق لكي نشوفك وماما هو اللي أعطاني أمل في الحياة وخلاني ما زال عيش ولكن كيف اشتجبتيني هنا وفن هي أختي وفن هي دابا ولماذا هل دابا عاد بنتي ولماذا ماما عمرها قلت لي عليك شي حاجة ستجعلني نكمل لك الحيثة ونجاوبك على كل شيء غير حل ودنيك مزيان من بعد هذا الشي كامل اللي وقع قررت منهزش في قلبي ونقصحه ونبدأ نصلي وندعي الله اعفو علي من ذلك الشي اللي قدرت في حياتي ونخرج إنسان واحد آخر من اللي حبثت ولكن بالزاب المشاكيل كانوا في الطريقات دازت لي من هذه الحوادث وحد النهار جاتني زيارات اصدمت ماذا سيكون جاء عندي انا احتوي احد مكان تأتي عندي من غير اختي اللي ارحمها ماذا سيكون اذا عمت مشيت شفت وتم كانت الصدمة تلقيت